وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالمبادئ الأساسية المطبقة في كافة مشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية وتحقيق أكبر قدر ممكن من اتساع الحارات المرورية وتطبيق معايير السلام والأمان جاء ذلك خلال تفاقده سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو أبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كبري سمير غانم المتقاطع أعلى طريق دائري كما تفقد رئيس السيسي أعمال تطوير طريق الأوتوستراد بداية من أسفل كبري مطار القاهرة حتى كبري المشير أبو غزالة للربط مع التجمعات المتواجدة بين كبري المطار وعلى كبري الساعقة تفقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو أبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كبري سمير غانم المتقاطع على الطريق الدائري والذي سيكون بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة كما تفقد سيادته أعمال تطوير طريق الأوتوستراد بداية من أسفل كبري مطار القاهرة حتى كبري المشير أبو غزالة وقد تابع السيد الرئيس مع السادة المسؤولين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل مشددا سيادته على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والكبار الجديدة أمر راعة استدامة كفاءتها واستعابها لحركة التنقل والمرور للمدى الزمني المستقبلي سيادته فندم شرفنا هنا فندم في محور الشينزو أبي اللي رابط بين محور الشهيد وحتى القاهرة الجديدة طول 15 كيلو متر وحالة أولى يا فندم تم تنفيذها بنسبة 100% من محور الشهيد وحتى صواني جردينيا المرحلة الثانية فندم سيادته مشرفنا فيها فندم بطول 5 كيلو متر من صواني جردينيا وحتى محور نجيب محفوظ بالقاهرة الجديدة بطول 5 كيلو متر أعمال الصناعية فندم فيها 7 كباري في المحور كله فندم وخمس أنفاء وثلاثة كبري مشاركة أقيد محمد وصطفى فندم للاستكمال أعمال عرض الإنشاية فندم إنه فندم الحمد لله خلصنا أعمال الصناعية بالكامل في المرحلة الأولى حتى رطب محور بصاني جردينيا وجاري أعمال المرحلة الثانية فندم اللي هي بطول 5 كيلو وهي 5 أنفاء وكبري اللي هو فندم اللي سيادته مشرفنا عليه كبري بيربط المحور في مناطق القاهرة الجديدة عبورا بالطريق الدائري الكبري ده فندم بعرض 4 حرة مرورية في كل اتجاه بالإضافة للوبات ورنبات 3 حرة مرورية في كل اتجاه بيحقق فندم تسع حركات مرورية بيخدم القادم من محور شنزو آبي وصولا للمطقة القاهرة الجديدة ومجميع مناطق الدائري وبيخدم القادم من الدائري من المعادي أو من طريق السويس والقادم من الوصولة لمناطق القاهرة الجديدة ولمحور شنزو آبي الكبري فندم إجمالي طول الكبري فندم كيلو و300 بالإضافة لل600 متر لوبات ورنبات كان الكبري ده فندم ليه طبيعة عمل خاصة نتيجة ان احنا كنا بنحفر حفرنا 240 خزو في تربة صخرية شديدة التماسك كان وصل إجهادات الكسر فيها ل600 كيلو الحمد لله فندم وعدنا بها بسلام نفذنا فيه 41 قاعدة وعمود وفريم ونفذنا 200 كاميرا رفعنا 200 كاميرا خرصانية بريكاست يا فندم كان وزن الكاميرا بيصل ل110 وال130 طن الحمد لله فندم الأعمال بالكامل تمت الأعمال الخرصانية نسبة 100% وطلعنا أسفلت من الرنبات جاري دلات يا فندم تنفيذ أعمال الباكية المعدنية اللي بتربط الكبري أو المحور يا فندم بالكامل بطريق دائري الباكية دي يا فندم زي ما ستك شايف هي بإجمالي 12 كاميرا إجمالي وزنها 900 طن الكاميرا الواحدة يا فندم بيصل وزنها إلى 65 طن بيتم رفعها بوينش يا فندم 400 طن زي ما ستك شايف وإجمالي عدد 120 كامر عرضية بتربطها ب15 ألف مصمار بنحقق يا فندم اختبرات للمصامير دي وتجميع وحشف الجميع المصامير يا فندم بالإضافة إلى يا فندم أعمال التعزيم بتتم بالتتابع وهنبدأ نرفع صاج على الباكية ونرفع عمل الحديد المسلح وصاب بالبلغات بإذن الله على خير يا فندم تم التنسية يا فندم على الإدارة العامة للمرور وبصراحة يا فندم سهلت لنا جدا أننا عملنا توسعة للطرق الخدنة على الطريق الدائري عشان أقدر أحقق حركة المرور أحول حركة المرور يا فندم على الطريق الداعم واقفل الطريق الدائري في فترة رفع الكامير لتأمين مرحلة رفع الكاميرا يا فندم وتأمين المواطنين يا فندم أثناء السير والحمد لله يا فندم يعني التحويلا محققة هكما مرورية ومن فيش أي اختناء وبإذن الله فندم نخلص على خير إن شاء الله فندم بإذن الله دوان藤 محمد أنا عندي ملحوز صغيرة قوي هنا الناس اللي ماشي كده دو قدام اهو الراجل قدام اهو ده اهو الموضوع الامان الناس طبعا نحن لو وقعوا من هنا مش حي طبعا نفهم طب ليه نخسره يعني مام سيارتك احنا خلص امتى بإذن الله فندم احنا ضغطين الخطة بإذن الله بنهاية شهر 9 فندم شغلين الكبري بإذن الله بإذن الله فندم طب والتاني اللي عند الوزارة الداخلية وزارة الداخلية فندم احنا بدأنا فيه كان فيه بعض التنسيقات من الوزارة بإذن الله فندم يعني هو داخل شهر عشرة وإن شاء الله بنضغط بإذن الله فندم عشرة يامي كل مننا حداش أغالي محر جانسي الحمد لله فندم نفاف لله خلصنا جميع الخرصانات باقي فندم الباكية المعدنية اللي كانت فوق كوبر المونريل الحمد لله فندم ترفعت وبتم تجميع المصامير بتاعتها والتعزيم والكروسات بحيث أن أنا سب بلطتها يوم السبت وإن شاء الله فندم مسبوع من النهاردة كما تفقد سيادته استكمال سير الربط للطريق الدائري وامتداد محور شنزو أبي والذي يتكون من ستة أعمال صناعية خمسة أنفاق وكبر علوي للسيارات المصاري للسيادتك مشرفنا عليه امتداد محور شنزو أبي لربط محور شنزو أبي من محور الشهيد حتى مرورا بالدائري للقاهرة الجديدة فندم الامتداد ده سيادتك عبارة عن ستة عمل صناعي كبري سيارات وخمس أنفاء الموقف التنفيذي يا فندم للخمس أنفاء فيه نفايين سيادتك عدت من عليهم دلوقتي تم نهوة عملهم النفاي اللي ورانا ده نفاي رقم تلاتة فندم ده بيترفع عمال الكمر بتاعته وعمال البلطة العلوية بتاعته النفاي الرابع فندم إن شاء الله بيجاهز لرفع الكمر بتاعه باكر إن شاء الله النفاي الخامس والأخير يا فندم ده تم نهوة عمل رفع الكمر وإن شاء الله هنبدأ في حدادة البلطة بتاعته إن شاء الله النهاردة إن شاء الله نخاطص آخر شهر تسعة اللي احنا فيه ده إن شاء الله فندم شكرا للمشاهدة